هكذا كانت الشعارات التي يصدح بها المحتجون في ميادين التظاهر مطلع الشهر الحالي فالتنديد بإيران كان مقترنا بشعار إسقاط النظامه إذ أدرك المحتجون منذ انطلاق حراكهم أن إيران الداعم الأكبر لأحزاب السلطة هي المتسبب بتردي الأوضاع في العراق لا يخفى على أحد إنه رغم الصبغة الوطنية التي طغت على الحراك الشعبي الأخير إلا أن جل المتظاهرين كانوا من مدن مثلت على مدى السنوات الماضية حاضنة للقوى السياسية المدعومة من إيران وقد يبرر ذلك مدى الامتعاض الإيراني من هذه التظاهرات فالأحزاب التي تمتلك أذرعا مسلحة مقربة من إيران باتت في مرمى شعارات المتظاهرين عدنا قضية إسقاط هذه الحكومة وهذه الأحزاب شكلت عفوية الحراك الأخير الميزة الأبرز التي حشدت العراقيين خلف المتظاهرين الذين صدحوا مرارا ضد إيران ودورها السلبي في العراق ومن هنا برزت مخاوفهم من محاولات تسييس هذه الحركة الشعبية أو تخوينها أو ركوب موجتها وتصنف دعوة زعيم التيار الصدري أنصاره للنزول إلى الشارع في هذا الإطار كما تعد محاولة الصدر توجيه المتظاهرين عاملا آخر يفقد الحراك عفويته وفقا لناشطينه ويستدل الرافضون للدعم الديني أو السياسي للتظاهرات على طبيعة الشعارات المرفوعة إذ تم استبدال الشعارات المناهضة لإيران بأخرى مندد بالفاسدين بشكل عام دون تحديد من هم هؤلاء فاسدون يشكلون جزءا من عملية سياسية توافق زعيم التيار الصدري مع كتلة الفتح الممثلة للحجد الشعبي والفصائل المسلحة التي تعمل باسمه على ترشيح عاد العبد المهدي ودعمه كرئيس لحكومة تواجه الآن غضبا شعبيا قد يضيح بالعملية السياسية برمتها